أن قصور السامع والبصر لدى المسنية جعلها يبتعد شيئاً فشيئاً عن أحداث الواقع وذلك يوجب علينا التحدث بصوت مسموع ومحاولة جذب المسن للواقع بأخباره بما يدور من حوله يعني وأخذ رأيه ومداعبته لأن ذلك مما يؤخر في عملية الانفصال عن الواقع والتي تحدث في الشيخوخة المتأخرة أو الهرم أن يتسأ صدرك لأسألته عن كل شيء في أي وقت وأن تعرف أنك في يوم الأيام انطلع بك العمر ستجلس في مكانه وتتصرف أيضاً تصرفاته يعني كن يعني البادء يعني حاول أنك تفهمه يعني بسلوب الخبرة وأيضاً خلك يعني مبتسم لا أما إذا كنت يعني لا تراه يومياً يعني حاول يعني إذا شفت صافحة أو تكون معاه أو تذكر في بعض الأشياء القديمة التي كانت يعني يتذكرها في عمر شبابه فهذا يعني تساعد على التفاعل والإعجاب وإن شاء الله يعني ما رحنا حرمة من هذه الأمور يعني علينا عدم حرمة من ذلك يعني بل نظهر لها التفاعل والإعجاب في فترة حياته السابقة إلى هنا انتهى الدرس كنا معكم الباحث خالد من السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر